قال مسؤول في مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو التابع لمجلس الدولة الصيني إن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب حول استكمال النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة له أهمية كبيرة في مسيرة ممارسة مبدأ دولة واحدة ونظامان إن الحزب الشيوعي الصيني مؤسس لقضية دولة واحدة ونظامان وقائد لها ومدافع عنها مهما كان قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الذي تمت سياغته أو النظام الانتخابي في هونغ كونغ الذي يجلس إكماله حاليا وكل ما سنفعله في المستقبل هو من أجلس إكمال المنظومة المؤسسية لمبدأ دولة واحدة ونظامان وحصن تنفيذه وقال مسؤول في لجنة الأعمال القانونية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إن الحكومة المركزية استمعت جيدا للآراء والمقترحات من مختلف الأطراف أثناء صياغة هذا القرار وإن هذا القرار له أسس دستورية وقانونية متينة إن هذا القرار له صلاحية قانونية غير قابلة للشك فيها وفي المرحلة التالية ستعدل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الملحقات في القانون الساسي في هونكون وستعدل منطقة هونكون قوانينها المحلية وفقا لهذا القرار والتتابقه على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر